مشاهدين الكرام في جولتنا الصحفية لهذا اليوم من صحافة حول العالم نبدأ وإياكم من صحيفة الشرق الأوسط ونقرأ في أبرز عنوينها معين عبد الملك في المكلة ومقتل مئة من الانقلابيين بين نيران الجيش وغارات التحالف تستهدف الحوثيين واشتداد المعارك تقول الصحيفة أطلق مئات من النشطين اليمنيين حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا فيها إلى إسناد معارك الجيش اليمني غرب مأرب باعتبارها معركة مفصلية ضد المشروع الإيراني وذلك بالتزامن مع اجتداد المعارك في غرب المحافظة حيث تضغط الميليشيات الحوثية بكامل قوتها للشهر الرابع على التوالي سعيا للسيطرة عليها وزار رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أمس الأحد مدينة المكلة وهي كبرى مدن محافظة حضر موت وذكر حساب مجلس الوزراء اليمني على تويتر أن عبد الملك وصل إلى مدينة المكلة في زيارة تفقدية لمحافظة حضر موت للاطلاع على أحوال المواطنين وملامسة همومهم واحتياجاتهم من المشاريع والخدمات وجهود السلطة المحلية في المجالات الخدمية والتنموية وتثبيت الأمن عنوان ثاني يقول البخاري يقول إن المخادرات المهربة من لبنان كافية لإغراق الوطن العربي تقول الصحيفة لا يزال قرار السعودية وقف استراد الخضار والفواكه من لبنان بعد ضبط الجمالك أكثر من 5.3 مليون حبة كيبتاجون ضمن شحنة من الرمان فيما أعلن سفير المملكة وليد البخاري أن المخادرات المهربة من لبنان كافية لإغراق الوطن العربي في حين من المقرر أن يعقد أن يُعقد اجتماع أمني وزاري اليوم الاثنين في القصر الجمهوري للبحث في هذه القضية كشف البخاري في أحاديث تلفزيونية أمس الأحد أن إجمالية ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مهربي المخدرات بلغت أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلو جرامات من الحشيش خلال السنوات الست الماضية مشيرا إلى أن الكاميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها إلى صحيفة العرب اللندنية ونقرأ منها الفساد والإهمال يشاركان الإرهاب في حصد أرواح العراقيين حريق المستشفى يرفع منسوب الغضب الشعبي ويحرج حكومة الكاظمي ثان رفع سقوط العشرات من القتلى والجرح في الحريق الذي نشابه ليلة السبت إلى الأحد في مستشفى بالعاصمة العراقية بغداد رفع من منسوب الغضب القائم أصلا لدى الغالبية العظمى من العراقيين كون الحادثة المروعة ليست فريدة من نوعها وتعتبر إحدى نتائج الفساد المستشري في مفاصل الدولة والذي يتضافر مع ظاهرة الإهمال وتهالك البنى التحتية وضعفها لتشكل معا نوعا آخر من الإرهاب الذي لا ينقطع عن حصد أرواح العراقيين وأعاد حريق مستشفى بن الخطيب من خسائر فادحة في الأرواح إلى الأذهان أذهان العراقيين عاد إليهم حريق مستشفى اليرموك قبل حوالي خمس سنوات وكذلك حادثة غرق عبارة في نهر دجلة قبل نحو سنتين والتي أودت بالعشرات من أهالي مدينة الموصل وأيضا انفجارات مخازن الأسلحة التي تتبع للميليشيات الموجودة داخل الأحياء السكنية معنا عبر الهاتف السيد نظير الكندوري وهو سياسي عراقي سيد الكندوري إذن يعني الحريق الذي حصل في مستشفى بن الخطيب رفع من منسوب الغضب الشعبي لدى العراقيين كيف تبدو الآن الأوضاع في العراق يعني هل هدأت وتيرة الغضب أم إنها ما زالت مشتعلة لدى العراقيين كالله حي أنا مشاهد لقناتكم الكريمة الحقيقة يعني ما حدث في مستشفى بن الخطيب لا أقول إنه كان صادما للشعب العراقي فالشعب العراقي كان ولا يزال هو مهيئ لاستقبال هذه مثل هكذا أخبار بين فترة وأخرى لكن ما فجر الغضب الحالي الآن من إداء الحكومة إداء النظام السياسي بأكمله إن هذه لا توجد نهاية لمثل هكذا يعني فواجع الرغم من أن الفاجعة الأخيرة هي كانت لأسباب يعني ليست كبيرة إنما هي مجرد عدم اتخاذ الوسائل الصحيحة في مكافحة الحرائق وبالتالي هذا يدلل على أن النظام الحالي أو الحكومة الحالية هي غير عابئة بأرواح المواطنين وغير عابئة بأهمية يعني الحفاظ على سلامة وأمن المواطن هذا الذي يجعل الغضب الشعبي يتصاعد نعم طيب باعتقادك كيف سترد الحكومة العراقية إذن على هذا الغضب لدى العراقيين هل سترد بإصلاحات هل سترد بمكافحة الفساد أم سيكون الرد على الغضب الشعبي بحذ ذاته نعم الرد الحكومي يعني أيضا متوقع من الشعب العراقي هو يعني سيكون ببساطة تشكيل لجنة التحقيق وهي هذه اللجانة التي لا تكون يعني هناك نتائج من ورائها لكن الشيء الجديد أنه قام الكاظمي ب يعني السحب يد الوزير وبعض المسؤولين في وزارة الصحة لكنه لم يستطيع إقالة هذا الوزير لماذا؟ لأنه منتمي إلى كتلة سياسية كبيرة هي كتلة التيار الصدري لكن الغريب بالأمر يعني بعيدا عن هذا كله أن تصريحات الصدر التي يقول فيها بأن ما حدث في مستشفى ابن الخطيب هو عبارة عن صراع انتخابي بمعنى أن لأن الوزير وزير الصحة هو محسوب على التيار الصدري وهناك أطراف حزبية أخرى لا تريد للصدريين يعني أخذ رئاسة الوزراء فهم بالتالي يعملون حوادث لإبداء فشل هذا الوزير الذي هو محسوب على التيار الصدري وبعد الحادث تصدر هاشتاك يقول بأنهم يريدون رئاسة الوزراء استهزاءا بالتيار الصدري لكن يعني هذا الأمر يدلل على أن هذه الأحزاب السياسية سياسية إلى أي مدى وصلت في استهتارها بأرواح المواطنين بحيث جعلت دماء العراقيين عبارة عن مادة انتخابية يتنافسون فيما بينهم نحن ولا نستغرب أن يكون التيار الصدري يدبر لحادثة إجرامية بحق هذه الأحزاب في وزارات أخرى وهكذا الشعب العراقي يعيش ضحية لنثل هذه الأحزاب الإجرامية التي تقود النظام الحالي في العراق نعم إذن شكرا جزيلا لك سيد نظير الكندوري السياسي العراقي كنت ضيفي عبر الهاتف إذن مشاهدين مستمرون معكم في جولتنا الصحفية لكن من العرب اللندنية نقرأ ترتيبات إيرانية لنقل النموذج العراقي للميليشيات إلى أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي تقول الصحيفة ما يفاقم التدعيات الجيو السياسية للانسحاب الأمريكي من المذهبية الراسخة فيها هذا ما يجعلها مطمعا للدول ذات النزاعات التوسعية الساعية لبناء فضاء إقليمي واسع في مجالاتها الحيوية تجد إيران في إعلان انسحاب القوات الدولية من دولة قريبة منها جغرافيا ومضطربة أمنيا وعرقيا تجد فرصة مواتية لتحقيق أهدافها وتثبيت مصالحها قبل تعفيها بناء على خبرات سابقة في كل من العراق وسوريا وتراهن على الانسحاب الذي سيفرض معادلة جديدة في هذا البلد تمكنها من زيادة دورها وإمكانية تكرار ما قامت به في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 والذي تضاعف عقب الانسحاب منه عام 2011 وتحرص على القيام بهذا الدور في أفغانستان مستغلة الفراغ الذي يتركه خروج القوات الأمريكية وحلفائها الدوليين من الجريد الكويتي اخترنا ما يلي ايران تهدد باستئناف حرب السفن بعد هجوم بانياس ووزير الخارجية الايراني محمد جواز ظريفي طالب المرشد علي خام ميناء بوقف ضغط المتشددين على مفاوضات فيينا اذا توعدت ايران بتوجيه رد محكم على هجوم استهدف نقلة تحمل نفط ايرانيا قبالة ميناء بانياس السوري ويعتقد ان اسرائيل شنته بوسطة طائرة مسيرة طائرة الدرون الامر الذي يهدد باستئناف حرب السفن بين البلدين بعدما افادت تقارير بان تل ابيب تعهدت لواشنطن بتهديئة التوتر البحري خلال مفاوضات فيينا النووية وقال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلح اللواء محمد باقري تعتقد اسرائيل ان بامكان استهداف الاراضي السورية بشكل دائم وارتكاب الاعمال الخبيثة في البحار من دون تلقي الرد واكدا ان جبهة المقاومة بحسب زعمه سترد على الاعتداءات الصهيونية اضاف ان العمليات التي جرت ضد اسرائيل اخيرا والاجراءات المستقبلية التي ستهدد مصالحها ستعيد الاسرائيليين الى رجدهم بحسب تعبيره كذلك من الجريد الكويتية نقرأ اسرائيل تهدئ مع غزة لتجنب اتساع هبة القدس مع دخول المواجهات غير المسبوقة في القدس منذ سنوات اليوم الثالث عشر على التوالي رفعت اسرائيل حالة التأهب استعدادا لكل احتمالات هبة القدس ووضعت حركة حماس يدها على الزناد في حين واصل المستوطنون استفزازاتهم للعرب واقاموا حواجز على طرق مؤدية الى المدينة المقدسة وكانت مدينة القدس ومعظم مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة قد شهد تظاهرات ليلة السبت الاحد دعما للتحركات التي تشهدها المدينة المقدسة منذ ثلاثة عشر يوما وفي القدس الشرقية اعتدت شرطة الاسرائيلية على المصلين في منطقة باب العمود بالهروات والقاء قنابل الصوت والغاز لدى خروجهم من المسجد الاقصى ورد الشبان الفلسطينيون بالحجارة والزجاجات واحراق حاويات قمامة في عدد من الشوارع المجاورة من الجسر تورك اخترنا ما يلي منظمة تركية توزيع مساعدات على أطفال مصابين بالصم في السودان اذا وزعت منظمة الرباط التركية لاحد سماعات اذن طبية ووجبات غذائية ومبالغ مالية على مئة وتسعين طفلا بمعهد الامل لتعليم وتأهيل الصم بمدينة بحر شمال العاصمة الخرطوم يد ذلك في طار برنامج دعم مصابي الصم في المعهد اقيم بالتعاون بين المنظمة التركية واتحاد الصم القومي السودان غير الحكومي بمناسبة شهر رمضان ووزعت المنظمة والسماعات والوجبات والمبالغ المالية التي لم تحددها على مئة وتسعين طفلا بمعهد الامل لتعليم وتأهيل الصم بمدينة بحر وعلى هامش حضوره عملية التوزيع قال السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير اوغلو ان المنظمات التركية الخيرية تواصل توزيع المساعدات الانسانية بالسودان بمناسبة شهر رمضان من صحيفة القدس العربي نقرأ الشرطة الالمانية تحقق مع ممرضة استبدلت جرعات من لقاح فيزر بمحلول ملحي اخضعت الشرطة الالمانية ممرضة للتحقيق امس الاحد بعد اعترافها باستبدال ست جرعات لقاح مضادة لكورونا بمحلول ملحي لانها ارادت تستر على اسقاطها قرورة فيزر بيونتك من يدها وحدري محتواها طلبت السلطات بل طلبت السلطات في المقابل من 200 شخص تلقوا اللقاح في مركز تابعا للصليب الاحمر في فريزلاند الاربعاء الماضي التقدم بشكل عاجل لاجراء اختبار الاجسام المضادة لتحديد هويات الاشخاص الستة الذين تلقوا محليلة محلية بدل اللقاحات وقال شرطة ويلهيل مشافن في بيانا انها فتحت تحقيقا بجرم ايذاء جسدي محتمل من قبل الممرضة مع تجديدها على ان المحليل المحلية لا تشكل خطرا عند الاشخاص الذين تم حقنهم بها ايلون ماسك يتوقع وفاة حفنة من الاشخاص خلال مهمة المريخ اذا اعترف ايلون ماسك ان مجموعة من الاشخاص ربما يموتون اثناء السباق للوصول الى المريخ اقدم ماسك مؤسس سبيس اكس توقعاته الفضة وهو يضحك من الطريقة التي ينظر بها الى مهمته المخطط لها الى المريخ على انها فتحة هروب للاثرياء وقال ماسك قد تموت الرحلة ورحلة قد لا تكون مريحة وربما لن يكون لديك طعام جيد ضف ماسك وهو يحاول اخفاء ضحكة مكتومة ان الاعلانات الخاصة بالرحلة يجب ان تشير الى انها ستكون رحلة شاقة وخطيرة حيث قد لا تعود حيا الشرق القطرية عنونت دراسة جديدة تقول فيروس كورونا موجود منذ 25 الف سنة اظهرت دراسة جديدة ان فيروس كورونا من المرجح انه قد اصاب اسلاف سكان شرق اسيا المعاصرين قبل 25 الف عام واستمر في اصاباتهم لالاف السنين بعد ذلك وفاد موقع لايف سكينس بان جائحة كورونا التي اودت بحياة اكثر من ثلاثة ملايين شخص حول العالم تعتبر واحدة من الامراض الحديثة ولكن بقدر ما يبدو هذا التهديد جديدا فقد حارب البشر فيروسات خطيرة منذ بداية الزمن وقد يكون بينها فيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم وقال كبير الباحثين في الدراسة ديفيد اينارد الاستاذ المساعد في علم البيئة والتطور بجمعة ايريزونا الامريكية لطالما كانت هناك فيروسات تصيب البشر وباعتبار ان الجينات التي تزيد من فرص الناس في البقاء على قيد الحياة ومواجهة الامراض فمن المرجح ان تنتقل تلك الجينات الى الاجيال الجديدة نبقى في الشرق القطرية فيسبوك يغلق حساب منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس اذا نغلق فيسبوك منسق حساب منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس جودة مناع حيث سارع عملاق التكنولوجيا لكبح دعوته الشعب الفلسطيني للتضامن مع القدس ووفقا لخبر صحفي نشرته الحملة الوطنية للدفاع عن القدس كان الصحفي مناع ادان ايضا استفزازات المستوطنين في القدس في بث مباشر على حسابه القدس عشية تخطيط منظمة الهافة المتطرفة التحضير لهجوم مدبر على المواطنين الفلسطينيين في المدينة نختم عنويننا الصحفية من العرب الجديد حول سوريا قوات الإدارة الذاتية تعلن عن هدنة دائمة في القامشلي بضمانة روسية أعلنت قوى الأمن الداخلي الأسائش التي تتبع للإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا التوصل إلى هدنة دائمة في مدينة القامشلي شمال شرقي البلاد مع ميليشي الدفاع الوطني التابع لقوات نظام الأسد وذكر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في بيان صدر عنه أن الاتفاق جاء تلبية لوساطة بل لوساطة وضمانة قوات سوريا الديمقراطية قسد والقوات الروسية ودعت أهالي حي طي النازحين للعودة إلى منازلهم وتعهدت بحمايتهم يبقوا الآن مشاهدين مع فقرة كاريكاتير ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة إلى لقاء جديد بأمان الله اشتركوا في القناة